مالذي يدمر المعدة? مالذي يدمر المعدة اللي هي المعدة المريضة? مالذي يدمرها? يترى التفكير والخوف والقالق هو اللي بدمر المعدة? نعم. يترى المناظر القبيحة بتدمر المعدة? نعم. يترى روايح الكريهة افرازات القنف بتدمر المعدة? طبعا لو انت عندك افرازات او زكام او رشخ وعمال تبلع افرازاتها ببوز المعدة. يترى الاسنان الملتهبة والحيان ببوز المعدة? نعم. يترى المحمول ببيبوز المعدة? نعم. لدي친 episode ان انت بتستعمل المحمول كتير كل يوم ببوزك المعدة. يترى في علاج كيميائي بيدمر المعدة؟ نعم. العلاج الكيميائي بيدمر المعدة لدرجة تخليه احد عايز يراجع بالثمران. علاج الكيميائي وعليه باشهاي. يا ترى زيادة الاكل بالضمر المعدة طبعا. طبعا. يا ترى الامساج بيدمر المعدة ايوه طول ما فيه امساج طول ما المعدة تعباني. وطول ما المعدة هترجع. طيب المسكنات والادوية والمضادات الحقيقة بالضمر المعدة نعم. قال عن حاجة بالضمر المعدة المسكنات وكزا. كابد واحتقان الاوردة نعم. الام الزايدة والبنكرياز بالضمر المعدة ايوه. اي حاجة بترتهب جوه البطن بتتعب. يا ترى الكحوليات والخمور بتضمر المعدة نعم بتحرق المعدة. الصهر والمراوح والتكفات والسوق المعدة نعم. الدخان بيحرق المعدة لما حد بيدخن ويبلع دخان سخن. بيحرق المعدة اه. بيعمل غزات ومغس اه. كل يوم يجي لوحد بيدخن المعدة والغشاء المخاطم بتضمر. دي اسمها اسباب المعدة. طب هل في معده سليمة? يعني هل في واحد اقول لك انا ما برجعش ما عنديش حموضة ايه? ايه الاسباب? ايه اللي يخلي الانسان عدوا معده سليمة. ايه اللي يعالج المعدة? ايه اللي يعالج المعدة? بص اللي يعالج المعدة ايه? اول حاجة الاطمئنان والرضا. انا راضي بالله عز وجل على اي حال. ما صايب كتيرة. بس احنا راضين. ها? طيب. المناظر الجميلة. لو انت بتسرح كده في منظر جميل. اكيد هترتاح جدا لان همات المفرزة عندك كتبة حلوة. مش كده ولا ايه? الروائح الطيبة وسلامة الانف. منخيلي سليمة. يبقى مش هابلع افرازات بوصل ايه المعدة. وجبات صغيرة لا تملأ المعدة. لانه ما ملأ ابن ادم وعاها انشرب من بطني. في ناس بتقعد تاكل تاكل لغاية ما ترجع. هتودي الاكل ده فيه. مش متعلم ابدا ازاي سلسل لطعامي وسلسل لشرب وسلسل. النظرية صعبة. ازاي ياسم الاكل يا تلاتة? انا باشبع بتلات سندوشات كفية واحد. ما اقول حد نعمل كده? انا باشبع بتلات اطباق رز. اكتفي بواحد. ازاي انا اشبع بتلات اطباق مكرونة كشري. اطبع واحد وهكذا. هو ده التلت. يعني شوف انت تتميلي بطنك بعد ديه. وده التلت. التلت الكمية اللي انت عاوزها. انا اقدر اشبع بتلات سندوشات. لو بتحب ربنا يبقى واحد بس. انما احنا بنعود ولادنا في المدارس ان احنا نحط لهم عشر سندوشات وعاصل مش عارف ايه ولانش بوكس كأنه مسافر. كأنه مسافر دولة بعيدة. مع ان هو ساعتين وراجع. بس ايه الاكل الكتير ده? عشان كده ما ملق ابن هادة معاقل شرب من بطن. طيب. الرواح الطيبة اه. وجبات صغيرة لتمنى المعدة اه. ان شاء الله تاكل خمس مرات كل يوم. بس الهم وجبات صغيرة. طيب. المدح والصوت الجميل بيحسن المعدة اه. لدرجة ان هما في بعض الفنادق بيشغلوا كده او طعم الكبرى يعني موسيقى خفيفة كده تدي لك شعور بالهدوء بحيس انت تسمي الله وانت بتاكل. طب العكس لو انت بقى بتزعق والخناء ما بتحلاش على على الاكل. وفي ناس بتحب تقول الموضوعات الوحشة على الاكل. والموضوعات اللي بتقرف على الاكل عشان ناس تتقرف ترجع تقوم تسيب الاكل. مش كده ولا ايه? فطبعا الناس بتنتقل الكلام على الاكل. هم? ما حدش يعتص على الاكل فيطفش الناس ما فيقولك ايه? المدح والصوت الجميل نعم. والعكس الصوت القبيح يكرهك. والخناء على الاكل يكرهك في الاكل. المشي والرياضة وطول السجود. لو انت عاوز تاكل صح وتتمتع بالاكل. يبقى جوع وكل. ما هو الازة طعام في الدنيا? الازة طعام في الدنيا. الازة طعام في الدنيا انك تجوع وتاكل. خلاص? يبقى ايه هو الازة اكل? انك تجوع وتاكل لكن لو انت شبعان وجبت الازة اكل مش هتستطعمه. الشعور واستطعام الاكل يا جماعة عاوز جوع. عشان كده المفروض ان افضل طعام على الاطلاق. طعامه افطاره الصائم في رمضان. فافطاره الصائم في رمضان. حط له اي اكل. حيبقى اكل طعمه حلو. الصوت الجميل. الماشي والرياضة. والسجود لله. وربنا لما قال في الاكل قال فامشوا فيه مناكبه هاكله من رزقه وقال له النشور. سلامة الاسنان والحلق. لو السنانك سليمة. يبقى مفيش سوس. مفيش ريحة وحشة. مفيش افرازاتها تطلع من من اسنانك او من من الحلق تنزل على المعدة تبوزها. اغلب الولاد ريحة نفسهم وحشة سنانهم بايزة. مفيش هضم امتصاص. عنده مرة اسهال مرة امساك. كل ده بسبب ايه سنانه. من فضلك عالج السنان. لو سمحت عالج السنان. المعدة السليمة فيه سلامة الايه البطن. سلامة الايه البطن. يعني ايه سلامة البطن يعني. ما عنديش كبد ملتهب. ما عنديش كليا ملتهب. ما عنديش بنكرياس ملتهب. ما عنديش زايدة. فسلامة الاعضاء الاخرى بتؤدي لسلامة المعدة. والعكس. الاخراج المنتظم. لو انت عايز معده سليمة يبقى لازم تتاكد انك بتعمل مراز مرة واتنين في اليوم. لو انا بقى عمل مراز او بتبرز كل تلات اربعة ايام يبقى الاكل هيتركن في القولون يبقى لازم ارجع باستمرار وحاسن ده ارب. يبقى بدل ما الاكل يمشي من الفم الى الشرق هتلاقي الاكل عاوز يرجع تاني. ولذلك اغلب الناس اللي بيجيني بترجع عندها امساك. نعم. تلات ايام يتعالج. ده ضد الطب. ده يتعالج. بياخد حاجة اسمها مصرعات الهضم. هنشرحها في اخر الحلقة. ازاي تخلي الهضم يسرع وازاي تخش الحمام بسرعة. طيب. دلوقتي عندنا الاطعمة صديقة المعدة. زي العرقسوس عند بعض الناس زي الخضروات عند بعض الناس. ازاي مثلا الحاجات النابتة. لما تنبت نبات وتعمله. يعني ازا كان الفول الفول السوداني او فول المدمس خطر على المعدة. لا الفول النابت رحمة. الفول النابت يعني بتحط الفول عليه مية وترمية. وتاني يوم عليه مية وترمية. يوم عليه مية وتلاقي الحباية الفول بيتقادة. وطرية وجميلة جدا. الفول النابت ده سهل الهضم جدا وسهل المصاص. وحتى اضرار لقل ايه لا. فاذا الطعام السهل البسيط. الطعام السهل البسيط. سهل الهضم وسهل المصاص. كويس اوي. الطعام يبقى معقد بقى لو انت جبت بقى لحوم او فراخ بالدسم مشوية. ها او مقلية. وحطت عليها كاتشب ومايونيز وكالعقت الدنيا. مكرونة بالبشامل. مش عارف بتاع ايه بالمعجينات. كيكات وجاتوهات ما عليها. كل ده بقى بتعقد المعدة وتعقد الهضم. يبقى كل ما كان الطعامه بسيطا كلما كان صديقا للمعدة. وكلما كان الطعامه معقدا كلما كان صعبا على المعدة والهضم. نعم. الاكل المسبكات والكاتشب والمايونيز وكل ده بيعمل ضرر من اول مرة والمرات التالية بيبقى الضرر موجود لكن البني ادم بيضحك على نفسه وما فيش ضرر. خلي بالك معاي. يعني زي ما قول ايه? اه هو اه 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 انه صعب في كلية الطب يقولك سنة اولة مسلا. طيب وسنين بعد كده ما هو تعود على كده. ما فيش ما فيش في كلية الطب سنة سهلة. لكن هو خد من الاول بالضرب. فهو تعود على الضرب بقى خلاص. فهمت? هو بيقولك انه اصعب سنة في كلية الطب. سنة اولى. طيب ايه السنين سهل? لا كلها صعبة. بس هو اخد على كده. نفس الكلام الناس اللي بتاكل اكل غرط. بيأكل مسبكات ومخللات. وساعات بيعملوا الاكلة السودا اللي بيقلوا فيها البنينجان والبطاطس وبعدين نحطها في قطة مسبكة. المسقع. المسقع دي طعام يعني يفسد اي معدى. ومع ذلك في ناس بتموت في الفاسد ده. فزي مسلا الكرشة والمنبار والفشة. ها? ده طعام مش مش طعام بن قدمين. يعني ده مش اكل بن قدمين خالص. ومع ذلك في ناس بتموت في في الاكل ده. ده قلع منه بقى قلع من الفشة والكبدة ده كل ده طعام صعب جدا. قلع منه الشيبسي والكولا والشوكولاتة والمعلبات والتونا والمش عارف ايه والمايميزو والكاتشاب والبلوبي كل المعلبات والموض الحافظة قاسية جدا في هضمه. حصوة المرارة مش عنوانها المعدة دلوقتي. اني بنجاوب عليه دلوقتي اللي في حدود المعدة. يبقى المعدة دلوقتي بنقول انه الاطعمة صديقة المعدة الاطعمة صديقة المعدة الاطعمة سريعة الهضم والامصاص. كبات زبادي من غير قشطة. آآ صلطة خضرة. ها رزة او مكارونا مش معقد يا دوب السلق بس. ها آآ خضار نيف ني او بنور عليها طاجن في الفرن. آآ كل الاطعمة الخفيفة دي شربة سريد. الاز طعام على الاطلاق. ان انت تجيب عيش ناشف. وتكسره وتحط عليه شوية شربة. شربة نابت شربة عدس شربة اي حاجة خفيفة. وتاكل هذا الطعم السريد ده سهل الهضم سهل الامصاص. لكن لو انت عاوز تعمل طعام معقد هجيب السريد تحط عليه رزه وتسبك الطماطم وتحط عليه بقى ايه عملت طعام معقد جدا برده. حتى الاكل السهل انت عملته صعب.